اشتاق رياضة اليوم في كل مكان اهلا ومرحبا بكم نبدأ من المغرب حيث دك نادي رجال بيضاوي الشباكة مضيفي نادي القنيتري بثلاثة اهداف مقابلة لشيء في لقاء عن المرحلة التاسع عشر من بطولة اتصالات المغرب الاحترافية لكرة القدم اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي والذي اكتسى حلة جديدة بعد خضوعه لعملية اصلاح شملت كل المرافق تميز بحضور جماهري كبير من طرف الجماهير القنيترية والرجاوية وافتتح النصور باب التشجيل في الدقيقة العاشرة بهدف حمل امضاء النجم الصاعد زهير الواصلي واضاف لاعب عبدالجليل جبير الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة الثامنة والخمسين قبل ان يختتم عبدالالله الحافيذ مهرجان الاهداف في الدقيقة الحادية والسبعين ليرفع نادي الرجاء رصيده لثمان وعشرين نقطة احتل بها المركز الثالث فيما بقي النادي القنيتري في المركز الثامن وبخمس وعشرين نقطة متابعوا اياكم الهدف الثاني لعد جليل جبيرا قبل ان يعود الحافيذي ليضيف الهدف الثالث لنادي الرجاء في نصر هو الثالث على التوالي للنصور الخضر في البطولة الاحترافية وفي لقاء اخر عن ذات المرحلة تغلب نادي حسنية اقادير على ضيفه اولمبيك خريبغا وبهدفين مقابل لشيء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الدرار وتمكن اصحاب الارض من زيارة شباك الضيوف في الدقيقة السادسة والثلاثين بهدفين سجله اللاعب زومانا كوني عبر ضرب الجزاء بعد دقيقتين فقط من هدف زومانا كوني اضاف اللاعب ياسين كرين الهدف الثاني لابناء المدرب عبدالهاديس كيتيوي في المقابل اهدر فارس الفوسفات ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء محمد بلوت في الدقيقة الخامسة والخمسين عن طريق اللاعب رشيد تبركاني رفع نادي الحسنية رصيده لثمان وعشرين نقطة في المركز الخامس فيما بقي نادي اولمبيك خريبغا في المركز الاخير وبأربع عشرة نقطة وستتواصل مباريات هذه الجولة بلقاءات قوية ومن اهمها المباراة التي ستجمع بين نادي اتحاد طنجا وضيفه الجيش الملك للقارة العجوز ننتقل حيث سحق نادي ريال مدريد مضيفه سلتافيغو بسبعة اهداف مقابل هدف واحد في لقاء عن المرحلة الثامنة والعشرين من الليجة الاسبانية افتتح البرتغال بيبي باب التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة الحادي والاربعين قبل ان يضيف مواطنه كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك فيما اكمل سباعية النادي الملكي كل من خسي رودريغاز وغارف بيل وبعد هذا الانتصار رفع الريا رصيده لستين نقطة في المركز الثالث وبفارق تسع نقاط عن المتصدر نادي برشلونة كما عاد النجم كريستيانو رونالدو للتربع على عرش الهدفين بسبعة وعشرين هدفا وبفارق هدفين عن الأوروغوياني لويس سواريس وفي انجلترا انتزع نادي آرسينال نقطة ثمينة من منضيف توتنهام وتسبير بعد ان اجبره على التعادل بهدفين في كل شبكة في قمة قمم المرحلة التاسعة والعشرين من البرومير ليج تميز ديربي شمال لندن ببداية موفقة للضيوف حيث افتتح ارون رامز باب التسجيل في الدقيقة التاسعة والثلاثين الا ان طرد فرانسيس كوكولين في بداية الشوطة الثانية اثر كثيرا على كتيبة الفرنسي آرسين فينجر ليسجل توتنهام هدفين في دقيقتين عبر التوبي وهاري كين الا ان اليكسيس سانشيز اهدى فريقه نقطة ثمينة بادراكه للتعادل في الدقيقة السادسة والسبعين من المقرر ان يعود المهاجم لويس سواريس الى اللاعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده اوروغواي في وقت لاحق من الشهر الجاري وذلك للمرة الاولى منذ ايقافه عقابا على عضه لاعبا منافسا في نهائيات مونديال 2014 في البرازيل واقدم الجهاز الفني لمنتخب اوروغواي بقيادة المدرب اسكار تاباريز على ضم سواريس لاعب برشلونة الاسباني الى التشكيل الجديد للفريق استعدادا لمواجهة البرازيل والبيرو في تصفيات مونديال 2018 وعقب سواريس بالايقاف لتسع مباريات دولية بعد ان عض اللاعب الايطالي جيورجو كيليني خلال مباراة بين المنتخبين في مونديال البرازيل وتحت الاروغواي المركز الثاني في تصفيات امريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات خلف الاكوادور متصدرات الترتيب العام قال جيانيان فانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انه يجب لا تشوب اي شاء بعملية التقدم بعروض لصدافة مونديال 2026 نظرا لان مصداقية المؤسسة باكملها ستكون على المحك ويأمل انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا الاسبوع الماضي في بدء عملية تلقي عروض استضافة مونديال 2026 في غضون ثلاثة اشهر من الان عقب تأجيلها بسبب فضيحة الفساد واسعة النطاق التي ضربت الفيفا العام الماضي واضاف انفانتينو بان عملية تقديم العروض ستكون في غاية الدقة واصفا ذلك بالالتزام الشخص الذي يقدمه للدول التي تنوي الترشح وقد اعربت مجموعة من الدول عن نيتها الترشح الاحتضاني المونديال كالمكسيك والولايات المتحدة الامريكية وايضا المملكة المغربية التي لم تعلن رسميا بعد عن موقفها من استضافة مونديال 2026 خطأ منتخب فرنسا خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور بع النهائي من مسابقة كاسي ديفيس في كرة المضرب بتقدمه على منتخب كندا وبانتصارين مقابل لا شيء وحسم منتخب الدياكا اليوم الاول من منافسات الدور الاول عبر النجم غايل مونفيس الذي تغلب على الكندي فرانك دانفيزيتش بثلاث مجموعات دون رد وبواقع ستة ثلاث ستة واحد وستة ثلاث وعزز ايضا جيل سيمون تقدم المنتخب الفرنسي بالفوز على اللعب فاسك بوس بيسيل وبثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها سبعة خمسة ستة ثلاث وستة ثلاث باتت فرنسا على بعد فوز واحد من بلوغ الدور ربعا نهاي تصدر الفنلندياري ماتي لاتفالا سائق فريق فولكسفاجن اليوم الثاني من رالي المكسيكا المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات متفوقا بنصف دقيقة على زميله بطل العالم الفرنسي سيباسيان وجيه وتمكن لاتفالا وصيف بطل الموسم الماضي من تصدر اليوم الثالث بعد عشر مراحل خاصة من أصل إحدى وعشرين موزعة لأربعة أيام وبفارق تجاوزت نتين وثلاثين ثانية عن بطل العالم في السنوات الثلاثة الماضية وتأتي الصدارة في مرحلة حارجة للاتفالا الذي لم يحرز أي نقطة في أول جولتين من الموسم في مونتي كارلو والسويد نختم كالعادة بأخبار الدوري الأمريكي لكرة السلاحي فتغلب نادي منفس غرازلس على ضيف يوتاجاس وبأربع وتسعين نقطة مقابل ثمان وثمانين تألق في اللقاء بشكل لافة اللاعب زاك لاندورف بتسجيله إلى خمس وعشرين نقطة ومنح اللاعب جوردان هايورد التقدم في ربع الأول لنادي يوتاجاس إلا أن عودة راندورف القوية أعادت منفس للمقدمة ليساعد فريقه على تحقيق الفوز السابع والثلاثين هذا الموسم ويصعد به للمركز الخامس في مجموعة الجنوب الغرف تامرياض اليوم شكرا على حسن المتابعة ألقاكم يوم غد بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ملعب إلى اللقاء اشتركوا في القناة